مشاهدين دلوقتي معدنا مع موجز لأهم أنباء التاسعة صباحاً مع هالة فضليهلة شكراً عبدالصمد التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على العقبات وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص جاء ذلك خلال ترأس الرئيس السيسي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله وخلال الاجتماع وفق المجلس على 22 قراراً تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي كلف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن ووفق جدول زمني محدد ومعلن يشارك وزير الخارجية سامح شكر اليوم في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب والذي سيتولى النظر في جدول الأعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة فضلاً عن مشاركة الوزير شكري في عدد من اللجان الوزارية المعنية بعدد من قضايا المنطقة وفي بيان للخارجية أكد أن ذلك يأتي خلال زيارة شكري الحالية إلى جدة على هامش المشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية وذلك في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها يوم الجمعة القادم بالمملكة العربية السعودية أعلنت القيادة العامة للجيش السوداني أن الموقف العملياتي مستقر بعموم البلاد عدى أجزاء من العاصمة الخرطوم وفي بيان أعلن الجيش السوداني أنه وجه ضربات مركزة على عدد من أماكن تمركز قوات الدعم السريع نتج عنها خسائر كبيرة في القوات والأسلحة والمركبات وأوضح البيان أن قوات الجيش دمرت أربع عربات مسلحة واستولت على ست فضلا عن إلقاء القبض على ستين شخصا من عناصر الدعم السريع في شمال أم درمان أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية افتقار القوات الأوكرانية للأسلحة اللازمة لشني هجوم مضاد ناجح وقال نائب رئيس مركز الرئيس الأوكراني أن مستوى المعدات التي لدى أوكرانيا لا يزال غير كاف لشني هجوم مضاد وتوجه الرئيس فلاديمير زيلانسكي إلى أوروبا في جولة تهدف لطلب حزمة جديدة من المساعدات العسكرية وأضاف المسؤول الأوكراني أن كياف ترغب بشني هجوم مضاد ناجح قدر الإمكان مشددا على أن النجاح سيكون تحرير جميع الأراضي المحتلة في بلاده قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن تصريحات سلطات كياف حول اعتراض ستة صواريخ من طراز كينغال فرط الصوتية بواسطة نظام دفاعيها الجوي لا يتوافق مع الواقع موضحا أن الجيش الروسي لم يطلق هذا الكم من صواريخ كينغال وأضاف شويغو أن عدد عمليات الاعتراض الأوكرانية المزعومة على حد قوله أكثر بثلاث مرات ما تم إطلاقه موضحا أن الجانب الأوكراني دائما ما يخطئ في تحديد أنواع الصواريخ لذلك لا يصيبونها أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التخلف عن سداد الديون ليس خيارا موضحا أنه ينظر بتفاؤل على أفق حل مشكلة الدين العام الأمريكي معتقدا أن هناك الكثير من العمل على العديد من القضايا الصعبة في هذا المجال وأكد بايدن أنه من المخيب للأمال أن يرفض الجمهوريون رفع حجم الإيرادات ورياضيا تأهل انتر ميلان إلى المباراة النهائية لبطولة دور أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تكرار فوزه على غريمه ميلان بأدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانسيرو في ديربي مدينة ميلانو في إياب الدور النصف النهائي للمسابقة القرية وكان انتر قد فاز على ميلان بهدفين دون رد في لقاء الذهاب الذي جمعهما على نفس الملعب الأسبوع الماضي ليتأهل إلى نهائي دور أبطال أوروبا